اليوم ان شاء الله عز وجل سنتكلموه على علاج دي العين بزاف دي الناس مصابين بالعين كيف اشتعرف راسك انك مصاب بالعين هناك عدة اعراض كيدلوا على انك مصاب بالعين اول حاجة وهو الوسواس الوسواس علامة من الامات العين وكذلك الانسان كيحس بتقل في الكتفين الانسان ما كتحللي حتى شي حاجة الانسان كيحب العزلة كيبغي تعزل بوحده الانسان ما كيحملش الدار تخصو يخرج الانسان كيجيه تقل في اي حاجة في الامور دي الدنيا كيجيه تقيلة انها تقول لي انه تخدمت كيجيه الخدمة تقيلة انه تقرأ كيجيه الخدمة تقيلة دير شي حاجة كيجيه اي حاجة كيجيه تقيلة كذلك من علامات العين وهو فقدان الشهية وكذلك من علامات العين وهي الاكتئاب الاكتئاب والشعور بالخمول وكذلك الانسان يحس بضيق في الصدر هذه علامات من علامات العين فإليك العلاج أخي الكريم من الكتاب والسنة فإليك هذه العلاجات أولا أخي الحبيب تأخذ كأس من الماء وتقرأ عليه الفاتحة سبع مرات وتقرأ عليه آية الكرسي وتقرأ عليه الآيات الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكذلك تقرأ عليه قل هو الله أحد وقل أعود برب الفلق وقل أعود برب الناس هذه الآيات تقرأهم على الماء ثم تنفيذ ثلاث مرات ثم تنفيذ ثلاث مرات وتشرب من هذا الماء تشرب من هذا الماء بوحدك يعني ستدير أنت وحد القلعة كبيرة أو لا ستدير وحد القلعة كبيرة وهذه تخويها في بيدو دي الخمسة لتر أو عشرة لتر وكتبقى تشرب منه وتغتسل به لكن ماء الأغتسال لا تغتسل به في المرحات فجمعوا كيفما تقولوا ونلوحوا في شجردة أو في شحابقة قريبة لك وكذلك الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وهي أعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة إنسان يقرأها في كل يوم في الصباح وفي المساء جاءت كذلك في أذكار الصباح والمساء وكذلك الإنسان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وكذلك الإنسان يقرأ آية الكرسي تلات مرات في اليوم في الصباح في المساء عند النوم تلات مرات بإذنه سبحانه وتعالى فالآياتين الأخيرتين من سورة البقرة قال فيهم عليه الصلاة والسلام كفتاه ما معنى كفتاه؟ كفتاه من السحر كفتاه من العين كفتاه من الحسد كفتاه من المس كفتاه من الشياطين كفتاه من الجن كفتاه عامة تكفيك هذه الآيات الأخيرتين من سورة البقرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة البقرة أخذها باركة يعني أي بيت تقرأت فيه سورة البقرة فكتولي فيه البركة فحرصوا أنكم تقرأوا سورة البقرة مش يطلقها تلفازة ولا شيء هاجه حاول أنك تقرأها انتا حاول أنك تقرأها انتا بنفسك فكذلك إخواني أخواتي كنقدم لكم وحد سيرو لأنهم زينا بالنسبة للناس لعدهم ضغوطات نفسية والناس لعدهم الاكتئاب الناس لعدهم الخوف الناس لعدهم القلق الناس لعدهم ضغوطات نفسية والوسوس القهرية والفكرية وكذلك الناس لمدمينين على التدخين فهذا كيساعدك بزاف أنك باش تقطع تدخين ديالك إخواني أخواتي حتى لا أطيل عليكم إذا كنت من المتتبعين الجدد فلا تنصدقت على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يزعلكم كل ما هو جديد فبالنسبة للناس لبغي نجو عدنا المركز فكانت واجه في مدينة سيدق قاسم حي جوهارة لإمارة 1283 قرب تكوين المهانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته